مين هيشرف على منتخب مص الأول؟ هل هيستمر الكابتن حازم إمام بعد رحيل فيتوريا ولا ممكن نشوف اسم آخر؟ خلينا أقول لك كريم مش يبقى فيه مشرف على منتخب الأول خلال الفترة اللي جاية؟ أصلاً أه لأنه هو وقال لك يا دكتوري عابي كومين برح بس قلت يعني هو بيخب عليها حاجة قال لي أعداد فيه مدير كورة اللي هو كابتن حازم مش هنبقى فيه بص عايزة أقول لك على حالة كريم ممكن الموضوع ده طرح في اجتماعات المجلس غير الفترة اللي فاتت وكان رأي كابتن حازم إمام اللي هو طرح قال لي هما جماعة لما بيكون فيه مدرب أجنبي أنا بهمز التواصل ما بين المدرب ما بين المجلس دارة اتحاد الكورة لكن الكابتن حسام مدرب مصري على تواصل بجميع أعضاء المجلس فبالتالي هم مش هيخلوا فيه إشراف على المنتخب مش هيخله فيه حد مثلا يبقى رايب من الكابتن حسام أو رايب من الكابتن إبراهيم خصوصا الدنيا محكومة شوية اللي عايز أي حاجة من كابتن حسام هيتكلم معاه كابتن حسام عايز حاجة من مجلس دارة اتحاد الكورة هيقدر يتواصل معاه يعني مثلا فيه مدير فني المنتخب مصري حتى لو هو مدير فني مصري ووطن الكابتن حسام حسن طبيعي أنه يتواصل مع شخص مش هلو هيكلم مثلا عضاء مجلس مثلا لو عايز أي عنده مشكلة عايز حاجة تتحل عايز حاجة تتعدل أكيدا هيكلم شخصا أنا بتفق معك جدا الشخص ده مين؟ هيكلم رئيس الاتحاد جمال علام أه بس مش إشراف هيكلمه باعتبره رئيس الاتحاد لكن قصة الإشراف مش موجودة غير على المنتخب الأولمبي واللي بتولى مهمتها الكابتن محمد بركات لكن غير كده موضوع الإشراف على المنتخبات هم اتحاد الكورة برضو حسوا أن الموضوع ممكن يعمل مشاكل كتير لفترة اللي جاية كابتن حازم متصدر بشكل كبير جدا في موضوع روي فيتوريا وبعد خروج منتخب مصر كان هو صاحب نصيب الأكبر في الانتقاضات طبعا باعتبره مش رفع المنتخب فالكابتن حازم نفسه مش حابب يكرر التجربة مرة تانية خصوصا أن التحاد بقى له شهور وليلة طبعا ويرحل ومجلس اللي اتدارت اتحاد الكورة اتفقوا في النهاية أن ما فيش كسة إشراف على المنتخب الأول والأستاذ جمال العلام هيبقى على تواصل مع الكابتن حسام حسن خلال الفترة اللي جاي عظيم